اول فنانة تجريدية لبنائية رسامة ونحاتة هي اللي تخصصت بفن المكعبات الكوبيز سلوة روضة شقير رغم دخول الكليه الامريكية اللي صارت الجامعة الامريكية لاحقا لدراسة العلوم الطبيعية التحقت سلوة بمحترف الرسام اللبنان العالمي مصطفى فروق ومن بعدها بمحترف عمر الأنسي لدراسة الرسم وكانت أول امرأة تتخصص بهالنوع من الفنون بلبنان والبلاد العربية ولدت سلوة ببيروت سنة 1916 وتزامنا مع دراستها للعلوم بلشت بدراسة الرسم لتتفرق كليا لها الهوية اللي رح تصير مهنتها الأساسية ومن بعد أول معرض للفن التجريد اللي قامت فيه سنة 1948 راحت على بريس لتتعمق بدراسة الرسم وعرفت بفرنسا قبل ما يتعرف الجمهور اللبناني والعربي على أعمالها أما انطلاقتها الفعلية كانت سنة 1962 بعد التخصص بالرسم اتجهت للنحت وبعد عدة صفرات ودراسات برات البلد رجعت على لبنان لتنقل شغفها لصبايا بلدها من خلال تعليم الرسم والنحت وإقامة المعارض فكانت أول امرأة بتتخصص بالنحت وأعمالها صارت تنعرض بأهم المعارض الفنية بالبلاد العربية والعواصم الأوروبية أنشأت معهد الفن التجريدي سنة 1963 ومونحت جائزة المجلس الوطني للسياحة من بعد ما نحت التمثال من الحجر لموقع سياحة ببيروت كان الفن التجريدي فن بعيد عن الفكر اللبناني رسم المكعبات أو نحتها كان أشبه بالخيال وما كان من السهل فهم هالنوع من الفنون فكيف إذا امرأة عم بتقوم بهيك أعمال وهون كان التحدي ربحت سلوى الرهان وصارت مصدر إلهام لكتار من الفنانين وقدوة نسائية يحدد فيها سنين من العمل الدقوب ما بين التعليم، الرسم والنحت وإقامة المعارض زينت سلوى المعارض بأشكال هندسية ورفعت مستوى الفن بحصولها على عدة جوائز منها جائزة تقديرية سنة 1985 من الاتحاد العام للفنانين العرب وميدالية من الحكومة اللبنانية سنة 1988 وصفت بأنها نحاتة فوق العادة وامرأة استثنائية لبل اعتبروها نقاط أيقونة وكتب عن أعمالها وطريقة شغلة مميزة وكأن بها المنحوتات عم تنقل الشعر العربي من حالته الشفوية السماعية للبصرية فكل منحوتة هي قصيدة من الأشكال الهندسية تبدأ من الأرض لتنطلق نحو الفضاء سنة 2018 خصص محرك جوجل لفته لهالامرأة العظيبة لما كتب عنها بذكرى ميلادها وذكر بأهمية أعمالها رغم صغر أحجام منحوتاتها قدرت سل وتعبر من خلاله عن فكر فلسفي عميق كانت اكتسبته من خلال دراستها بباريز وزياراتها للقاهرة بحيث مزجت الفكر الأوروبي مع الفكر العربي وصبت كل هالمكتسبات بهالمنحوتات المكعبة حياة طويلة عاشتها سلوى شقير على الأرض عطيت لي كتير للفن التجريدي ورحلت سنة 2017 تركت لنا منحوتات موزعة بأماكن عامة كتيرة بلبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر